السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال عطارد لبرج الجوزاء يوم الاثنين ثلاثة حزيران اليونيو بالنسبة لكوكب عطارد طبعا هذا الانتقال منسميه احنا بكامل طاقته بالحركة العمامية أو السرعة بأقصى سرعة لا له فعشان هيك الانتقال رح يكون في الجوزاء سريع جدا الانتقال رح يكون الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح يوم الاثنين ورح يستمر طبعا في الحركة الامامية لغاية سبعة عشر ستة يعني المدة هاي تقريبا احنا منقول اربعة عشر يوم لأسبوعين هاي مش السرعة الطبيعية السرعة الطبيعية لكوكب عطارد هي ثلاثة اسابيع واحد وعشرين يوم ولكن الان لانه هو بسرعة عالي جدا فاذا هو رح يقطع المسافة يعني درجتين معدل درجتين كل يوم هاي سرعة هائلة جدا لانه فيه الو تراجع فهاي محور الزاوية احنا منسويها اللي بيتسارع فيها مثلا انت بتكون طالع الجبل شوي شوي بعدين تصل للقميك وبعدين تنزل مرة واحدة بتكون السرعة اعلى فهو الان في مرحلة الدوران السريع هذا الدوران رح يطل لحتى صباح يوم الاثنين سبعة عشر ستة تمام الساعة التسعة وست دقائق صباحا بتوقيت جرينتش كوكب عطارد هو المسؤول بتأثيراته على القدرة على التفكير ونقل افكارنا للغير وتقوية الذاكرة والتحكم في الاتصالات والمواصلات وبيعطينا ايضا الفضول والعفوية وقوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية وقوة التفكير وتحليل الامور وكثرة الحركة ولكنه في حال انه كان سلبي بيعطينا العصبية والقرارات المتسرعة ضبط العصاب بيكون مطلوب في حال انتحاس انتحاسة عطارد رغم انه طبعا كثير من الاشخاص بقولك عطارد داخل على بيته او على البيت الشرفه او على البيت الحاكم لاله فهذا كلياته احنا ما بنوخذ فيه بنوخذ فيه بصورية المكان او بقوة المكان ولكن الزوايا هي دائما اللي بتتحكم بقوة الكوكب ايجابيته او سلبيته وهذا الاشي رح نشوفه بعد قليل بيستفيدوا مع وليد برج الجوزاء في مجال الدراسة والمطالعة والاتصالات والمواصلات وطبعا قدرة الاقناع عندهم والحوار والنقاش والتجارة والاهتمام ايضا بالسيارات والالكترونيات هذا طبعا بالنسبة لدخوله للجوزاء رح يستفيدوا مع موليد برج الجوزاء الابراج النارية والابراج الهوائية اللي هم الميزان والدلو الحمل الاسد القوس وكل شخص لمن ولد كان موجود عنده عطارد ساعة ولادته موجودة في برج الجوزاء وطبعا بالنسبة للاشخاص اللي بين ولده بكون عطارد عندهم بالجوزاء اهد والاشخاص بيتوصلوا لقراراتهم بشكل منطقي وسريع وبيتمتعوا بدماغ قوي وذكاء عالي وعندهم القدرة على مواجهة مواضيع صعبة وحلها يعني شوي بكونوا مميزين طيب عشان نحكم انه رح يكون ايجابي ولا سلبي لازم نطلع على الزوايا اللي رح يشكلها وطبعا هاي الزوايا بما انه رح يكون سريع في الحركة تبعته فاذا الزوايا هاي عادة ما رح تكون مدتها طويلة يعني تأثيراتها يدوب يوم ونص قبل الزاوية ويوم ونص بعد الزاوية وبعدين بنتها ممكن تصل في بعض الزوايا ليومين قبل ويومين بعد ولكن احنا نعطي قوة الزاوية وتأثيراتها هي يوم ونص من وقت ذروتها يعني لما اقول ذروتها كذا في التوقعات اليومية بيكون قبلها بيوم ونص وبعدها بيوم ونص بالنسبة للزاوية الاولى وهي زاوية رح تكون يوم 4-6 زاوية التثليث ايجابية بين عطارد وبين بلوتو بتزيد من حد الذهن وحسنا ونقدنا وبتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالامور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم اعمالنا وانجاح مشاريعنا واتخاذ القرارات اللازمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون ايضا يوم 4-6 وهي زاوية اقتران ايجابية بين عطارد وبين المشتري بنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات وبيزيد من ميلنا للعلوم الطبية والاستاذي والدينية وبيدفعنا لممارسة وظيفة حرة هذا التحول هو فترة مناسبة لاتخاذ القرارات على المستوى المالي او المادي والقيام بخطوات وممكن تمنحنا ترقيات في وظيفتنا او حل خلافات او دعاوة قضائية بشكل ودي اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم 12-6 هاي الزاوية رح تكون زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين زحل طبعا بالنسبة لهاي الزاوية يعني شوي بما انه عطارد وزحل اذا هي بتسبب نوع من انواع التعب والقلق والحذر والميل للكآبة اللي ممكن انه يحد من خيالنا ويجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبيعرضنا للارهاق اللي ممكن انه يضر بصحتنا اما بالنسبة لدوليا فهو بدل على فضيحة فضيحة لها علاقة بالعمل الصحفي او بالاخبار القديمة فهو بدل على انتقاد الصحف والجرائد وتراجع المردود الفلاحي والصناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وبتشهد هاي الفترة اضرابات واحتجاجات لتحسين اوضاع اليد العاملة في قطاع التعدين والمناجم وتحسين اوضاع المتقاعدين والشيوخ وبتم الكشف عن حقائق تاريخية مغلوطة وايضا اشياء بتكون مثلا يعني بتنحك بطريقة ولكن بنكشف زيفها وتزويرها وبتصير فضيحة بجلاجل او فساد بعض المؤسسات الدولة والمؤسسات المالية او الامن الوطني اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهذه زاوية رح تكون يعني برضو يعني زاوية يوم 14-6 زاوية اقتران ايجابية بين عطارد وبين الشمس فهاي زاوية بتعزز من قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بالفترة الماضية وبيزداد التوجه لاجراء اتصالات او تنقلات او سفرات ضرورية بيجلبنا الحيوية والنشاط وبيزيد من قدراتنا العقلية وهذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات نجاح ادبي او فكري او امتحانات او مشاريع حالية وبيجلبنا برضو قدرة على التركيز ومجهودات واهداف محددة هذا الاتصال شوي يعني ما بنصح فيه كثير الاصفار اللي هي بتكون بشكل مفاجئ لازم يكون لها تخطيط وعلى مستوى العلاقات الصداقة او الزوجية ممكن يصير فيها بعض المشاحنات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 17-6 زاوية التربيع سلبية بين عطارد وبين نبتون هنا يعني بيصير فيه عنا نوع من انواع الصعوبة في معرفة مشاعر الاخرين بيكون من الصعب علينا التعامل معهم ممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك ممكن نرتكب بعض الاخطاء في احكامنا وهذا شيء ممكن يعرضنا لخيبات امل او يجعلنا نرتكب اخطاء في احكامنا بشكل مباشر وخصوصا مع الاشخاص اللي منحبهم شك غيره اشياء من هذا القبيل ما نحاول انه يعني ممكن نحاول ان نرجع وضعيتنا السابقة ولكن ممكن اننا ما نتوصل لشيء اما على المستوى الدولي فهي بدل على وقع جدل بين احزاب اليمين واليسار اغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري والاشتراكي وممكن يتم فضح بعض الحقائق والتلاعبات خصوصا في الامور الفكرية او السياسية او حتى في قطاع الصيد البحري او المجال الفني وممكن تشهد هاي الفترة التراجع في المبادلات التجارية البحرية او نزاعات بين بعض الطوائف المذهبية والفرق الدينية طيب الان بما انه احنا شفنا الزوايا فهي زوايا ممتزجة فبدنا نشوف التأثيرات على الابراج ايش رح تكون ولازم انت تسمع برجك تسمع طالعك عشان يعني تكون دقيق بالمعلومة اللي تعرف لا برج لا طالع اثارها ايجابيتها وسلبيتها ايضا برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة والمطالعة وممارسة الهويات وبعض موليد هذا البرج ممكن انه يشتروا سيارة او اجهزة الكترونية او يهتموا بالاتصالات والمواصلات والسفريات القصيرة هاي فترة مهمة للقيام باسفار ودراسة والعمل ودورة تعليمية او البدء بشيء جديد والمشاركة في لقاءات او ندوات فكرية ممكن تسمع خبر سيء في فترة انتحاسة عطارد وهذا الشيء ممكن يجعلك متردد او متحير او يدفعك لاتخاذ قرارات متسرعة او افشاء بعض الاسرار فبدك تكون حذر في كلامك او مراسلاتك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنصب افكارهم حول افضل السبل لكسب المال ممكن تسمع خبر سار بخصوص عملك او تحصل على ارباح سريعة ومفيدة وهي فترة مناسبة للمعاملات التجارية ولكن بدك تحذر لانه علاقاتك بتكون متوترة مع رفاقك بالعمل وممكن ترتكب بعض الاخطاء في اراءك او احكامك او حتى بمغامراتك المالية ده تتجنب ايضا توقيع الوثائق المهمة بشكل متسرع راجع اهل الاقتصاص وتدرسها وحاول انك تستشير المختصين بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بيشعر موليد برج الجوزاء بقوة الفكر والادراك والقدرة على اقناع الغير بياراهم وبينشطوا ايضا بالدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات وممكن تتمكنوا من انجاز بعض اعمالكم المهمة وبتجدوا سهولة في متابعة دراستكم تعرف في بعض الاوقات اللي بيكون منتحس فيها او طارد ممكن يكون في بعض الارهاق او الاجهاد بسبب عصبيتك او تلاهفك او سرعة انفعالك عليك تجنب اتخاذ القرارات المهمة وكذلك التنقلات ممكن تسمع اخبار متناقضة ايضا بالنسبة لموليد برج السرطان ما يعني بزيد اهتمامكم بالفترة هاي بالغيبيات او المغيبات او الروحانيات ما بنصح انكم تذهبوا لنصابين او مشايخ او المدعين بالامور الروحانية لانه كل الكواكب صحيح موجودة كلها في بيت متاعبك فهذا شيء بيضغط كثير موليد برج السرطان فممكن يفكروا انه حدا عمل لهم عمل سحر محسودين اشياء من هذا القبيل فعشان هيك الفترة هاي بتعزز ذهاب موليد برج السرطان لا هادي الطبقة واهتمامكم بالغيبيات ممكن تجدوا حلول التخلص من المشاكل والصعوبات اللي بتعوقكم اذا ركزتم بشكل جيد وعرفتوا كيف تتفادوا السلبيات ممكن تتعرضوا لبعض الكلام اللي ممكن يسيئلكم او يفشاء بعض الاسرار لا تهتموا كثير ليلو لانه مجرد منطقة العطارد لعنكم كل هاي المواضيع بتكون انتهت لحالها برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا وجود العطارد رح يكون في موقع قوي بالنسبة للك رح يكون في بعض المكاسب بتميلوا لتبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء ممكن تتعرفوا على اصدقاء جدد او تعززوا علاقاتكم مع اصدقائكم او ممكن تتلقوا اخبار سارة عن اصدقاء بقيموا خارج البلاد او ممكن تلتقوا فيهم او تقوموا بمشاريع او لقاءات فكرية مع اصدقائكم تعرف علاقاتك علاقات الصداقة يعني نوع من انواع الدعم ممكن يساعدوك في حل بعض المسالة او كنوا دعمين للك وبتنشط اجتماعيا ولكن في فترة انتحاسة عطارد ممكن علاقات الصداقة هيصير فيها بعض التوتر او سوء التفاهم برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا افكاركم بتفيدكم في العلاقات مع المسؤولين في مجال العمل ممكن تسمع خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية او العملية او ترفيع او ترقي مثلا او تعزيز مكاني وهي فترة مناسبة للتواصل مع اشخاص ذوي نفوذ بتميلوا لاهتمام بالمشاريع ولكن في فترة انتحاسة عطارد بتميلوا لاهمال مشاريعكم وممكن تتعرض سمعتكم الاجتماعية لشبهة اذا كنتوا متهورين او مندفعين عليكم كنت تتحلوا بالصبر وما تغضبوا ايضا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والحوارات مع الهجانب او العلاقات مع الهجانب وبيستفيدوا ايضا الطلاب الاكاديميون في دراستهم وامتحاناتهم وهي فترة مناسبة للسفر والدراسات العليا وربط العلاقات او التعامل مع الغرباء ولكن في فترة انتحاسة عطارد عليك الحذر من العود لانه كل ما يتم الوفاء بها ويستحسن تجنب السفر او تأجيله لوقت اخر واذا كان اضطراري بدك تتفقد اوراقك وامتعتك وحجز الطيارة وتروح قبل موعد الطيارة يعني بدك تاخذ كل الاحتياطات لهذا الامر وتتفقد اوراقك من السرقة او الضياع برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا وانا بتنصب افكاركم حول ضبط اموركم المالية المشتركة بتجدوا حلول سريعة للتخلص من الديون او النفقات المالية بزيد طيشك وعصبيتك ممكن تسمع خبر سيء فعشان هيك في الاوقات السلبية العطارد ادير بالك من العصبية ادير بالك من التهور واتخاذ قرارات طائشة بدون تفكير اتجنب التنقلات الماء لها ضرورية الاسفار اللي ما الها ضرورية لتفقد اوراقك وامتعتك ايضا ولكن على المستوى الاموال المشتركة انت بتفكر جديا بتغيير الوضع المالي او تحسينه او ايجاد بعض الحلول وممكن تحصل على بعض المكاسب او تنشط بمسال تتعلق بالبنوق او الضريبة او التأمين برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هنا رح يكون عطارد مقابلك تماما فتتباذل الاراء والافكار مع الشركاء سواء مع زوجتك او شركاء المال شركاء العمل او بتكون علاقاتك جيدة مرضية بيطبعها العطف والمودة وهي فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات لصالحك اما في فترة انتحاسة عطارد ممكن يصير في بعض الخلافات او النزاعات مع شركاءك او مع زوجتك بسبب العصبية او الانفعال او الغيرة او الشك فبدك تدير بالك من هاي النقاط برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتفيدكم افكاركم مع زملائكم بالعمل تحسين وضع العمل انجاز بعض الاعمال المهمة بتكون مقدام تثبت جدارتك وبيصبح عملك ممتع وبتزيد علاقاتك ايضا بصداقات او تواصل مع الاصدقاء او الزملاء بالعمل بتزيد حيويتك وصحتك ايضا ولكن في فترة انتحاسة عطارد بدك تنتبه من التوتر في علاقاتك مع رفقائك بالعمل واحذر الاغلاط الناجمة عن عدم الانتباه في العمل فممكن تتعرضوا لبعض الاصابات اللي انتو ما يعني بتكونوا حذرين منها برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا هنا رح يكون النشاط قوي جدا بالنسبة للك لانه هو رح يكون في البيت الخامس ممكن تمارسوا نشاط ادبي او هواية او تحثوا اولادكم على الدراسة او يكون تواصل جيد ما بينكم و بين احبائكم بتعرف لقاءاتك متعة وممكن يكون لها اثار طيب على حياتك العاطفية او تقضي اوقات ممتعة هاي فترة مناسبة للتحقيق نجاح فكري او ادبي وبرضو شوي في فترة سلبية عطارد ممكن انها تجعلك متردد او ممكن تسمع خبر غير صار من شخص قريب لايلك برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت بتنصب افكاركم حول شؤونكم العقارية والبيتية والعائلية ممكن تسمع خبر مفرح بخصوص عائلتك او هاي برضو فترة مناسبة لتغيير محل الاقامة او القيام بمشاريع بتتعلق بمنزلك بيعرف محيطك العائلي نوع من انواع البهجع او فرحة او مناسبة بتدخل السعادة على قلبك ولكن في فترة السلبية العطارد ممكن يكون في بعض التوتر العائلي بسبب سوء تفاهم او ممكن تتعرض للارهاق العصبي ويحذر اثناء خصوصا ستات البيت او اللي بيعملوا بالادوات الحادة اللي بالمطابخ تحديدا يحذروا من الاصابات هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء